لقاء رئيس الوزراء هاني الملقي مع شباب جاءوا من محافظات المملكة كاف فتح المجال لحوار مستفيد معهم التطرق رئيس الوزراء إلى القضايا الملحة التي تواجه الوطن وأصغى إلى وجهات نظر الشباب تجاه قضايا يوليها الشباب أهمية قصوى الأزمة الاقتصادية ومواجهة الإرهاب والتوجهات المستقبلية وقضايا الشباب أبرز ما تناوله الرئيس بحضور عشرين وزيرا مع الشباب لمناقشة تفاصيل هذا اللقاء وهميته وتوقيته وما يحمل من رسائل نستضيف اليوم في ملف الأسبوع الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ محمد البشير أهلا وسهلا بك أستاذ محمد أستاذ محمد بداية نتحدث عن هذا اللقاء وفي خضم ما تناوله رئيس الوزراء تحدث عن ترشيد الاستهلاك ولكن حال لسان المواطن يقول ماذا عن الحكومة ولماذا لا تبدأ بنفسها لا شك أن الأزمة المالية التي تحدث فيها الرئيس دولته لم تكن دقيقة لأن المالية في الأردن تعيش أزمة حادة بسبب ارتفاع النفقات والأزمة الحقيقية هي بارتفاع النفقات وبسبب هذا الارتفاع الحاد دفعت الحكومات المتعاقبة بما فيها هذه الحكومة إلى اللجوء إلى قانون ضريبة المبيعات وتطبيقه بشكل أفقي حاد ساهم في مزيد من الانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد هذا الانكماش الذي ندفع ثمنه اليوم بتراجع كل النسب ذات العلاقة بمفاصل الاقتصاد فنسبة النمو في تراجع أقل من 2% نسبة الصادرات في تراجع نسبة البطالة في ارتفاع جيوب الفقر في ارتفاع وكل هذا سببه الأساسي هو الارتفاع في النفقات فمطلوب من الحكومة أن تعيد النظر في النفقات التي تبدأ بالوحدات المستقلة وبالعقود وتنتهي بمشكلة المديونية التي أصبحت اليوم تقارب فاتورة التقاعد التي أيضا تضغط على المالية العامة وتضع الاقتصاد الأردني لأن المالية العامة في الأردن وقانون الموازنة ذات تأثير حاد أيضا ومباشر على الاقتصاد الجزئي على الصناعة وعلى الزراعة وعلى المنتجات الأخرى في الناتج المحل الإجمالي نعم أستاذ محمد ياني يتم دائما في الفترة الأخيرة أو تم ذلك بتحميل حكومات السابقة مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي نمر به حاليا ورئيس الوزراء تحدث في أكثر من لقاء عن كوننا نخرج الآن من عنق الزجاجة ولكنك أشرت إلى نقطة هامة جدا وهي أن المعلومات عن الوضع المالي ليست بالدقة التي يتحدث عنها ولكن ما هذا التناقض نتحدث عن وضع ممتاز ولكن أيضا في نفس الوقت نحمل حكومات السابقة ما قال إليه الوضع الاقتصادي الآن فما هذا يعني؟ لماذا بالإمكان أن نصفه؟ لماذا يحدث ذلك؟ نعم لأن السياسي الذي يدير الاقتصاد هو يخرج من نفس العلبة فإصلاح السياسي هو العنوان الأبرز مدام نحن نتراجع عن الإصلاح السياسي وبالتالي ما زلنا نضخ قادة اقتصاديين هم سياسيين من نفس العلبة وبالنتيجة ماشيين عن نفس النهج الاقتصادي المتعلق بسياسات مالية أدت إلى ما نحن عليه اليوم من أزمة حادة كان أبرزها هو الميل نحو ضريبة المبيعات وتخفيض ضريبة الدخل بحيث أصبحت ميزانية الدولة حاصلتها الحقيقية من القوى المستهلكة بالمجتمع وعندما يصبح المستهلك هو المورد للخزينة وليس أرباح الأغنياء مهايده من ناحية فإن التأثير على قطاعين هامين يساهمان في إنقاذ الاقتصاد ألا وهما قطاع الصناعة وقطاع الزراعة نعم بصير هذا الضغط عليهما يؤدي إلى الاستثمارات أن تهرب وبنفس الوقت يؤدي إلى هذين القطاعين أن يضعفوا وبالنتيجة هذين القطاعين لماذا أتحدث عنهما لأنهم هما الذين يستطيعان أن يوفران ملاذا لطالبي العمل من ناحية وبنفس الوقت توفير العمل الصعبة من ناحية ثانية نعم وبالنتيجة رفع الناتج المحلي الإجمالي بمعنى نسبة النمو من ناحية ثالثة بهذا المعنى دائما عندما تصبح النفقات عالية وتصبح الضرائب على الشريحة المستهلكة أيضا عالية وعندما نصل إلى السقف في فرض الضرائب نلجأ إلى المدونية هذا النهج له 15-20 سنة عم بمر على المالية العامة وأدى إلى ارتفاع المديونية من 6 مليار في 99 ألفين إلى 27 مليار في سنة 2017 هذه هي الأزمة هذه الأزمة بعماقها بدها إصلاح سياسي حقيقي يضع بالاستراتيجية أن نعود إلى قانون ضريبة الدخل الذي يأخذ من الأغنياء ويترك للفقراء والقوى الاستهلاكية ألا هذه ناحية ناحية ثانية دائما بالأزمات المالية واجب الحكومات أن تبحث عن الإنفاق مش تبحث عن لا إنفاق لكن ماذا حدث لدينا؟ يعني ماذا نقصد بالتحديد بالإنفاق واللا إنفاق هنا؟ هنا بالضرائب العالية بالضرائب العالية ضريبة المبيعات على القوى المستهلكة يهبط الإنفاق من قبل القوى المستهلكة بهبوط هذا الإنفاق ترجمت ذلك الحساب الختامي الذي نشرته وزارة المالية عن 2017 بتراجع الواردات الحكومية بما يزيد عن 600 مليون سبب ذلك أن القوة الشرائية أصبحت أقل وهذه القوة الشرائية هي التي تعني أنها لا تستطيع بالمقابل أن تلبي حاجات الخزينة من معطيات هنا تدفع الحكومة حالها تلقائيا إلى الاستدانة الاستدانة لها شقين قصد مستحق مستقبلا وفائدة تضاف إلى فائدة المليار وعشرين مليون حاليا المقدرة في سنة 2018 بهذه العلاقة الجدلية بين الاثنين سبب ذلك هو الفريق السياسي والاقتصادي الذي يدير هذا المشروع والذي يسمع من كل الخبراء ومن كل المنتديات ومن كل القوى الاقتصادية لكنه لا يفعل ما ينصح به إذن هي استراتيجية واحدة غير متغيرة وأشخاص من ذات النهج ويقومون على قيادة هذه الاستراتيجية التي لا يبدو أنها ناجعة حتى الآن نظرا إلى الأرقام التي تحدثت عنها وتفضلت بها طيب أستاذ محمد عندما نتحدث عن ترشيد الاستهلاك للمواطن يعني بمفهوم المواطن العادي ماذا بقي ليعمل على ترشيد الاستهلاك؟ وخاصة في ظل هذه القرارات الأخيرة الاقتصادية ورفع الأسعار والضرائب وكل ذلك أنا متفاجئ يعني ماذا بقي له ليعمل على ترشيد الاستهلاك؟ أين يستطيع أن يرشد؟ هو مرشد ودليل ذلك أن الأردنيون هناك أكثر من 70% منهم القادرين على الاستدانة هم مديونين رقم 2 مشكلة الاعتداء على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد المبكر نعم نحن بهذه الوسيلة أو بهذا الإجراء الذي تم تاريخيا دفعنا عدد كبير من أبناء مجتمعنا ليتقاعدوا على الأربعينات والخمسينات وبهذا التاريخ وبهذا السن أبناؤهم يدخلوا إلى الجامعات وبهذا الواقع فرض عليهم أن يبحثوا عن عمل آخر نعم وبهذه الطريقة أخذوا مكانة آخرين يطلبون العمل وبالنتيجة أصبحت ميزانية الأسرة غير قادرة أن تلبي حاجات التعليم وحاجات المعاش وحاجات الكهرباء وحاجات السكن وحاجات الكذا كيف أستطيع أن أقول للمواطن الأردني رشد وأنت لا ترشد وأنت بدولتك وبحكوماتك المتعاقبة لديك طبقة من المستوزرين الذين أخذوا رواتب بمعلولية 100% نعم وعادوا رؤساء مجالس إدارات وعادوا مدراء عامين وأيضا أخذوا أربع رواتب وخمس رواتب وثلاث رواتب كيف أستطيع للمواطن يأخذ أربعمائة دينار تقول دائرة الإحصاءات العامة أن هناك ما يزيد عن ثلاثمائة ألف عائلة رواتبها تقل عن أربعمائة دينار من هو الذي يستطيع أن يرشد؟ الذي يستطيع أن يرشد هو من يدير اقتصادنا وسياسينا في الأردن نعم وهذا هو السؤال بالتحديد أستاذ محمد هل ترى هناك أي توجه من قبل الحكومة بحد ذاتها إلى تخفيض نفقاتها كنوع من الترشيد الاستهلاكي أيضا؟ أبدا أبدا بالعكس يعني الحكومة مضطرة مدامة مستمرة في نهجها الاقتصادي القائم على ضرائب المبيعات ومزيد من الرسوم بالإرادات الأخرى ومزيد من الإنفاق بنفس النهج وبنفس الطريقة المفروضة يعني نحن لما نتفرج على الوحدات المستقلة كم تحدث الخبراء جميعا أن الإخلاص للوطن ليس بحاجة لمكافأة تزيد أربع أضعاف عن الموظف الذي يعمل في دائرة حكومية أخرى كيف أستطيع أن أفهم ذلك؟ كيف أستطيع أن أطالب من مواطن أخوه شقيقه يعمل في وحدة مستقلة بألفين دينار وهو يعمل في وزارة أو بوحدة غير مستقلة بأربعمائة دينار وعنده أخ ثالث لا يعمل كيف أستطيع أن أتحدث عن عدالة؟ وكيف أستطيع أن أتحدث عن اقتصاد بيتي؟ كيف أستطيع أن أتحدث عن كل ذلك؟ وهو يعيش هذا الواقع بفروقات طبقية داخل البيت الواحد بحيث أن ابن الوحد المستقلة لديه سيارة وابن الدائرة الحكومية العادية لا لديه سيارة لديه زوجة تلبس غير ما تلبس زوجة هذا الذي يعمل بثلاثمائة دينار وأربعمائة دينار أبنائه يذهبون إلى مدرسة خاصة وأبناء الآخر يذهبون إلى كذا والابن الثالث لا يعمل هذا واقع الأسرة الأردنية اليوم بهذا المعنى أستطيع أن أقول أن مشكلتنا فعلا مشكلة نجد صعوبة وأنت الأدرة بذلك فحضرتك من أهل الاختصاص ولكن نجد صعوبة الآن في تحديد الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة والطبقة الغنية لأنها تتأرجح ما بين هنا وهناك خاصة بين النفقات والمصروفات والدخولات الشهرية طيب بعيدا قليلا أو هو الموضوع مرتبط بحد ذاته ولكن خارج المنظور الاقتصادي ونتحدث عن اللقاء بحد ذاته أثناء هذا اللقاء كان هناك قول بأن بناء الوطن بالإقناع وليس بالصوت هل برأيك أن هذه دعوة للمحتجين على السياسات الحكومة كنوع من فتح باب الحوار أم دعوة للاقتصاديين وأيضا أهل الاختصاص لإضافة خبراتهم على هذه الاستراتيجيات المقبلة مثلا لا شك استابتي أن هذه دعوة بالهواء لأن الحقيقة الناس تريد ممارسة عدالة نعم الناس تبحث عن خطوة جريئة لتقلص الفجوة بالدخول بين الناس هناك فجوة كبيرة هناك طبقة خرجت من الطبقة المتوسطة ودخلت إلى الطبقة السياسية والرأسمالية بهذا التحالف وهناك الغالبية العظمى سحقت وهبطت إلى الطبقة الأفقر في المجتمع الأردني وأنا دائماً بضرب مثال بعيداً عن كل التشكيك بالمعلومة تكية أم علي تكية أم علي تمارس ممارسة إنسانية دائماً وولها سنوات في سنة 2012 تعلن من خلال البروشورة تباحة أنها كانت تستهدف 4500 أسرة نعم في سنة 2014 استهدفت 12 ألف أسرة في سنة 2017 نتحدث عن مدة زمنية آه متقاربة يعني العام الذي ذكرته المنشور الأول بـ 4000 كم كان العام؟ 12 ألف وفي السبعة عشر 30 ألف أسرة طيب هذا مؤشر يعني أنا بقدم قرينة توزع مع الصحف اليومية توزع على قارعة الطريق تعلن عن حالها تكية أم علي لتقول أن جيوب الفقر في ازدياد بسبب هذه السياسات المالية المتبعة عبر العشرين عاماً الماضي ومن خلال الاستناد إلى نصائح ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين لا لديهم أي مشروع انتاجي لأي مجتمع يقدموا في نصائحهم هؤلاء يقدموا دائماً مخترحات استهلاكية لا تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وإنما تساهم في مزيد من النفقات وليس أدل على ذلك مما تحدث فيه جون بيركنز الذي يشكل استاذهم الأساسي لهؤلاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شكراً جزيلاً لك الخبير والمحل الاقتصادي الأستاذ محمد البشير كنت معنا اليوم شكراً جزيلاً لك سعيد جداً في مشاركتي معكم